إطلاق برنامج الإسكان بمشاركة 16 جهة حكومية لرفع نسبة التملو إلى 60% في 2020 مجلس الشورى يوافق على ملاءمة دراسة تعديل المادة السابعة والسبعين من نظام العمل أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة السلام عليكم أطلقت 16 جهة حكومية في مدينة الرياض اليوم برنامج الإسكان وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020 والوصول إلى 70% بحلول العام 2030 وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربع محاور رئيسية تتمثل في توفير وحدات سكنية ملائمة وبخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل وبطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة إضافة إلى العمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه دشنا معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان خيراتنا من أرضنا والمعرض المصاحب له بمحافظة جدة ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض عددا من الخبراء المحليين والعالميين متميزين فيها بطبيعة الحال ولكن أيضا لدينا طبيعة خلابة سواء كانت بيئة بحرية أو بيئة صحراوية أو التنوع البيئي لدينا وأيضا السياحة الجيولوجية في المملكة بسبب التنوع الجيولوجي في المملكة عامل مميز للمملكة فالزائرين للمملكة عند تطوير هذا القطاع سيجدون خيارات لقضاء وقت طويل والاستمتاع بما من الله علينا من بيئة فريدة في هذه البلاد أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وتضمن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه إضافة إلى عقوبات والتعديل على أخرى حيث تمت إعادة العقوبات على مخالفي المادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل وكذلك المادة الخامس عشر ناقش مجلس الشورى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترحي تعديل المواد الثانية والخامس والسبعين والسبعين والمائتين وأربعة عشر من نظام العمل وطالبت اللجنة في توصياتها للمجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح مشيرة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة السابعة والسبعين لفصل الموظفين السعوديين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجز له ويهدف مقترح تعديل المادتين الخامس والسبعين والسبعين إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال انهاء العقد لأسباب غير مشروعة سجل فائط الميزان التجاري في المملكة ارتفاعا بنحو 67% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي حيث بلغ الفائض بالميزان التجاري 40 مليار 910 مليون ريال خلال نوفمبر من عام 2017 مقابل فائض بقيمة 24 مليار و 460 مليون ريال في الشهر المماثلي من العام 2016 وجاء الارتفاع في الفائض التجاري للمملكة خلال نوفمبر بعد تسجيل صادرات بقيمة 79 مليار و 750 مليون ريال أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة تيم كالين بمرونة حكومة المملكة في تحقيق خطتها لإصلاح ميزانيتها وأوضح كالين في تصريحات نشرتها صحيفة The National بأن المملكة تنتهج سياسة سليمة لعمل الإصلاحات المالية المستمرة مؤكدا قدرة المملكة على تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023 وقال كالين إن التحسن في توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة يعود إلى ارتفاع النمو غير النفطي والذي وصل إلى 2% خلال هذا العام أنهى مؤشر الأسهم الرئيسي جلسة اليوم على تراجع بـ 13% عند 7587 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و 500 مليون ريال وكانت شركات بيترو رابغ واتحاد اتصالات ودار الأركان الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين والمواساة والأبحاث والتسويق والمملكة فكانت الأكثر انخفاضا في تعاملات اليوم كما أنهى مؤشر السوق الموازية نمو تداولاته على ارتفاعا بـ 18% عند مستوى 3086 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليوني و 900 ألف ريال ارتفعت أرباح شركة بيترو رابغ السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي بأكثر من الضعفين على أساس سنوي وصولا لـ 641 مليون ريال وارتفعت الأرباح السنوية للشركة في 2017 بنحو 4000% مقارنة مع الأرباح المحققة في عام 2016 لتصل إلى نحو مليار و 400 مليون ريال وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيترو رابغ المهندس ناصر المهاشير في لقاء مع الإخبارية بأن ارتفاع أرباح الشركة يعود إلى استقرار عمليات الإنتاج في المجمع الصناعي وكذلك التحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لوحدات الإنتاج يعود إلى استقرار عمليات الإنتاج في المجمع الصناعي وكذلك التحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الإنتاج وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وكذلك المبيعات كذلك التحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البترولية والبتروكوموية على الرغم من خفاض جزئي في هامش الربح للمنتجات المكررة وبخصوص الاستمرارية نتمنى طبعا قاموا فريق العمل في بيترو رابغ بعمل جبار لجعل شركتهم تحقق هذا المستوى من الربحية ونتمنى في السنين القادمة أن نستمر على هذا النهج وهناك طبعا في خطط جلسين نفذها لاستمرارية وتحسن الوضع من سنة إلى أخرى إن شاء الله وخصوصا كذلك مع تنفيذ أو بداية تشغيل المرحلة الثانية من بيترو رابغ تستضيف مؤسسة النقد السعودي اليوم الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرفة الكيانات القانونية والجمعية الدولية لمعرفة الكيانات القانونية وذلك من خلال الفترة ما بين الخامس وحتى الثامن من فبراير في الرياض وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع الدولي يتفق ومكانة المملكة وثقلها الاقتصادي مبينا أهمية مشروع الكيانات الاقتصادية والقانونية لإدارة أفضل للمخاطر وزيادة الكفاءات التشغيلية ومساعدة الجهات الرقابية في تحديد الكيانات في الأسواق المالية العالمية أعلنت السوق المالية تداول عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 21% بنهاية الأسبوع الماضي محققة 1789 مليار و200 مليون ريال مقارنة بالأسبوع الماضي أما فيما يخص قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فشكلت ما نسبته 4% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة وبارتفاع بـ 15% مقارنة بالأسبوع الذي سبق قال برنامج حساب المواطن أن يوم الأحد المقبل الموافق 11 من فبراير هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج وذلك عبر البوابة الإلكترونية وبيّن البرنامج أن الدفعة الثالثة من الدعم سيتم إداعها في حسابات المستحقين يوم الأحد المقبل بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع يوم السبت وأشار إلى أن الدفعة الثالثة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم وكذلك المستحقين المكتملة طلباتهم حتى العاشر من يناير الماضي قالت المؤسسة العامة للحبوب إنها اشترت 739 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية وبلغ متوسط سعر شراء القمح 240 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن ويمكن توريده من مناشئ أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو حتى أستراليا وأغلقت المناقصة يوم الجمعة وطلبت شراء قمح يحتوي على نسبة بروتين تقدر بنسبة 12 و15% وتطلب المؤسسة وصول الشحنات للمملكة بين أبريل ونهاية يونيو أضاف الاقتصاد الأمريكي غير الزراعي وضائف أعلى من التوقعات عند 200 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي وكان مراقبون ومحللون في سوق العمل الأمريكي قد توقعوا إضافة إلى 184 ألف وظيفة جديدة في القطاعات الاقتصادية غير الزراعية لمستوى أعلى من المتوقع قفز معدل التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يناير الماضي وحققت الأجور مزيدا من الارتفاع مسجلة أكبر مكسب سنوي في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العامة ما عزز التوقعات بأن التضخم سيرتفع هذا العام مع بلوغ سوق العمل حد التوظيف الكامل بيانات وزارة العمل التي نشرت مؤخرا أكدت أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية قفزت بمعدل 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعدما ارتفعت بمعدل 160 ألف في ديسمبر من عام 2017 متخطية توقعات المحللين التي وصلت لنحو 180 ألف وظيفة الشهر الماضي من الواضح أن عوائد وأرباح المؤسسات في الولايات المتحدة كانت جيدة جدا خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن مؤشر ستيندر أند بورز قد مر بخمسة عشر شهرا ذات عوائد إيجابية وهذا أمر غير عادي بالنسبة للسوق لقد كان لدينا سوق قوي جدا دون أي تراجع حقيقي وهذا هو ما دفع إلى هذه القفزة في الوظائف وبينما لم يسجل معدل البطالة تغيرا يذكر ليظل عند أدنى مستوى في 17 عاما والبالغ 4.1% في يناير ارتفع متوسط أجر الساعة 9 سنتات أو ما يعادل فاصل 3% في الفترة نفسها إلى 26 دولار و74 سنتا في استمرار للمكاسب القوية التي تحققت في ديسمبر وبلغت فاصل 4% قد ذلك الزيادة السنوية في متوسط أجر الساعة إلى بلوغ نسبة 2.9% وهي الأكبر منذ يونيو 2009 مقرنة مع 2.7% في ديسمبر الماضي لقناة الإخبارية ريها محمود استقر النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير بعد ركود في الشهر السابق مع توقع إيجابي عام بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49 في شهر يناير من 48 في شهر ديسمبر كما نمى نشاط قطاع الأعمال المصري غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرا في نوفمبر بفضل للإصلاحات المرتبطة من صندوق النقد الدولي ارتفع الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع وطيرة فيما يقرب من 12 عاماً مع ارتفاع الطلبيات الجديدة رغم زيادة الشركات للأسعار بأكبر وطيرة في حوالي 7 سنوات وأظهرت بيانات عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 58 نقطة من 58.1 خلال ديسمبر وانخفضت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بـ 1% على أساس شهري في شهر ديسمبر مقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته 2% في شهر نوفمبر وختاماً هذا تذكير بأهم العناوي اطلاق برنامج الإسكان بمشاركة 16 جهة حكومية لرفع نسبة التملك إلى 60% في العام 2020 مجلس الشورى يوافق على ملاءمة دراسة تعديل المادة السابعة والسبعين من نظام العمل دمتم بألف خير اشتركوا في القناة